مش كده وبس الحقيقة السوشال ميديا كمان كان لها موقف حضراتكم عارفين انه دونالد ترامب يستخدم بشكل كبير جدا موقع تويتر لما يعني حصل اللي حصل بالامس وشفنا الفوضى بهذا الشكل موقع تويتر قفل حساب دونالد ترامب 12 ساعة اصبح لا يستطيع انه يغرد على موقع تويتر وانه تغريدة الاخيرة لدونالد ترامب لا تقدر تعمل لها لايك ولا تعمل لها ريتويت ولا تشارك فيها ولا حاجة توقفت كده فيسبوك وانستجرام وقفوا حساب دونالد ترامب في الاول لمدة 24 ساعة النهاردة مددوا الحظر حظروا حساب الرئيس الامريكي لمدة الاسبوعين اللي فضلنلول حد يوم 20 يناير يوم التنصيب فاذا ما نرى الان الحقيقة لتداعيات كثيرة جدا على اكتر من مستوى وعلى اكتر من بعد الحقيقة اذا كان البعد السياسي اذا كان ما يتعلق ايضا بالبعد الامني ترجمة نانسي قنقر